فرنسا تشهد احتجاجات بسبب سن التقاعد قبل البدء فضلاً اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدين كذلك لا تنسوا إعجابكم بالمقطع لأن الإعجابات تساعد هذا المحتوى على الانتشار بشكل أكبر حسب الموقع الإلكتروني التحدي فرنسا تشهد احتجاجات بسبب سن التقاعد وكتب الموقع الإلكتروني التحدي تقود النقبات العملية في فرنسا يوم الثلاثاء يوماً ثانياً من الإضرابات والإحتجاجات ضد رفع سن التقاعد وذكرت وكالت بلومبرغ للأنباء أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية قالت إنها تتوقع تسير ثلث رحلات القطارات عالية السرعة وحثت المواطنين على العمل من المنزل وقد أصيبت حركة متر الأنفاق في الحاصمة بإضطرابات كما تم إغلاق معظم المدارث وقالت شركة إيرفرانس إنها ألغت عشر في المئة من الرحلات لمسافة قصيرة وكان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون قد واجه أكبر احتجاجات منذ توليه الرئاسة في 19 يناير الجاري عندما حشدت النقبات أكثر من مليون فصل مئة ألاف شخص في الشوارع وقد تعهد ماكرون بالمضي في تطبيق برنامجه حيث إن التراجع عن ذلك من شأنه أن يعرض للخطر جزء أساسي من استراتيجيته للعمل على الاستقرار المالي لفرنسا وتحسين قدرة اقتصادها على النمو وتوفير فرص العمل وأنتم أتركوا لنا رأيكم في التعليق هل سيحصلون المتظاهرين عن حقوقهم بفرنسا أم لا؟ وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع لا تنسوا للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا